كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان اشتركوا في القناة ما عرفتش الحدثة ما عرفتش السابق مو إلا علينا وكنشوف اللبنات لوقع عليهم المشكلة ودبا مدة 15 عام وانا ما زال بقيمة كينوالو بحلاتيكي يبقى في الحال كيف شاء للاسوا عادة مليكة بودتصليك تجي كتقي لك كيف شو الحلينة أكتر دبا مليكة نطوب على أساس علينا أن نصلي نعم 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 شكرا لك للاسوا عادة الصلاة لك يشعر بأنه نشيط فيها هذه علامة من علامات أن الإنسان حالته النفسية والإيمانية سليمة لكن هناك واحد التغمماتخ واحد المؤشر باش كنعرف نفسي أنني سليم نفسيا وأنني علاقتي مع خالقي في وضعي حسنة حينما أجد نفسي بأنني نشيط في العبادة مليكة نكون أحب متى سوف يؤدن المؤدن وأكون قبليا مستعد ومتوضع وكنضف الساعة وسأدب للمسجد وحينما أصلي أصلي بارتياح وأصلي بخشوع هذا كله مؤشر على أن صحتي الدينية سليمة وأن وضعيتي مع الحق سبحانه وتعالى سليمة وأنني الحياة الروحية كلها في وضعي حسنة لكن لما يكون الإنسان كجيس صالة قيلة يبغي صلبك يلقى يلقى ضعف نفسه أو ربما كان هناك من لا يفكر أصلا عنده انشغالات كثيرة في اليوم عنده أعمال وعنده رياضات وعنده مساهمات وأنشطة كثيرة هنا وهناك لكن لا يكاد يفكر في الصلاة هذا حالة خطيرة عليه أن يتعجل لكي يعرض نفسه على أقرب فقيه لعله يعيد له رشده أما الذي يبغي يصلي ولكن يشعر الراس بأنه ضائع علام على أنه هناك في المحيط ذياله مجموعة من الأرواح الخبيثة تمنعه من الصلاة هل تعلمون أيها الأحباب الكرام بأنه كلما ارتفع الأذان إبليس وجنوده كيبدوا يبكيوا يضعون أصابعهم في آذانهم إبليس كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجري ويسمع له دراط أي ريح تخرج من خلفه ويقول يا ويحتي يا ويحتي ابن آدم سمع النداء فلب وسمعت فأبيت ويبقى إبليس كده يقول من اللي يشوف الأذان يؤذن من الصوامع بل الحمد للإداعتية تترفع الأذان والهواتف النقالة تترفع الأذان في كل مكان غير تسمع الأذان عرف مدى يقع لإبليس يضرب بيديه على خذيه ويقول يا ويحتي يا ويلتي يا ويحا ابن آدم سمع النداء فلبى ومباشرة إبليس غير كيسر الأذان كي يطلب من أولاده وأحفاده وزبانيته ومساعده كي يقول لهم انتشروا سنوا عند بني آدم وكل واحد منا عنده إبليسه كي يجي عنده وقت الصلاة كي يقول لي مالك أخوي على الصلاة باقي عليك الحال راك الوقت الممتد احتى العمل عبادة واحتى الشغول توره وتورك يعتبرته وتنمية للوطن وتور مكسب حلال باقي الحال المرأة في الدار كي يقول لي ماذا هالحال الكوزيناء والمطبخ والأولاد المسؤولية هي عبادة اي واحد في المقند يلو تاجر موظف اي مسؤول كتجي هذه الأفكار كتجي خواطر هو يظن بأنه متقدم يظن أنه تقدمي وأنه حدثي وأنه من أبناء الجيل المعاصر وقص على ذلك كل كلمة الرنانة التي نقدم بها على أنفسنا ونضيع الصلاة في وقتها دي الساعة للا سعاد اعلمي بأنك يجي عندك إبليس يقول لك بلا ما تصلي وحينما أنت تبغي تصلي يجي هو يقدر يدخل للخاطر ديالك ويبدأ يوسوس لك وساوس ويحضر لك كل حاجة غيبة الأمور اللي غائبة الأمور اللي هي تافهة كلك يحضرها لك باش تنشاغلين وكين واحد الإبليس خاص كي يجيب التمارض اشن هو التمارض وقت الصلاة عاد كي يجيك تتأب كتبقى تكمع ولا كتبقى تتتأب كتتفوه ولا كتشعر بالعياع كتجيك تقيل جدا إلا قالوا لك أجي ندل الرياضة ركا تجري وتركض وتنقز إلا قال لك كين هناك واحد عرس أو موسيقى أو فرح رك ترقص وترفق وتنقى ولكن إلا قال لك سلي الله مجاج ما عندي الكابي ما عندي خاطر وكتشعر بواحد نوع من تعب الشديد هذا كله من إعازي إبليس للا سعاد هذا إبليس هذا إذا تمكن من الإنسان رك يدله الموانيع في حياته ما يتسنش أنه يفرح بالرزق دائما يدله عدم البركة في الرزق ما يتسنش أنه يفرح مع العائلة تلقى دائما عنده مشاكل وصراعات مع العائلة ما تسنش أنه يفرح بالسعد يتزوج ويسعد ولا تزوج ما يتسنش بأنه سيكون مطمئن وأنه مستقر ألقى المشاكل دائما تحدث والسبب أن هذا الشيطان هو يسعد ملكي خلق لنا هذه المشاكل ما هو العلاج للا سعد العلاج أن ندرك بأن عندنا عدو حقيقي يعيش معنا وربنا عز وجل قالنا إن الشيطان لكم عدو فاحذروه عدو قالك ربي عز وجل احذر 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 وقالنا لا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين فدائما نستحذر بأننا فينا كين هذا العدو كي خلق لنا المشاكل معظم المشاكل اللي عندنا في المجتمع للا سعد المشاكل اللي كين في البيوت الراجل مخاصم مع امراته الأب مخاصم مع ولاده الجار مخاصم مع جاره في الخدمة كتل خالك الموظفين والمستخدمين بعضياتهم حقدهم ومنافسة وصراعاتهم في الشارع الهام كين ازدحام واكتضاد وعدم احترام البعض للبعض الآخر الجريمة نكرى هنا وهناك السبب وأنا بسخدام راوط رض أبانا وأمنا من الجنة كان أبونا آدم وأمنا حوائتنا عامان في الجنة واقسم حتى أنه يخرجهم وانجح وفلح وقلم الله عز وجل اهبط منها وندم الآن دريته العلاج للا سعاد بمدى غاديكم غاديكم أولا الليسان دينا دائما غير يشعر بأنه عندها الضعف أو هاد الهوان غادي بدي يقول أعود بالله من الشيطان الرجيم أعود بالله من الشيطان الرجيم وإذا اقترع ليه يقول هاد السغى أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته هاتوا كينفخ كيشك الخواتر الناس لديهم اكتئاب الناس لديهم دق الصدر الناس لديهم خاصمين أرى مش هم قضية أمراض نفسية أو عقد نفسية أو تراكمات دي الأحداث اللي فز هذه المشكلة الكبيرة هو أن إبليس خدام بل كتقول هذه الكلمة تقول أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته هش كيندك ساعة إبليس كيندب كيندب حتى كين الزل الحمد يلوء من وجهه وكيقول إبنه آدم حارقاني هاد اللحظة هدك نقول فيها لعل إبليس الآن في عرشه ويقال أن عرش إبليس كان في متلة بيرمودة الذي يوجد في أعماقه المحيد الأطلسي والذي يقال بأن هذا المكان من عجائب الدنيا السبع لعله الآن إبليس كيسمع فينا وكيقول أرى أرى إحنا الآن كنت حاربوا فلهذا قبل ما نحاربوا نحصن نفسي أولاً بماذا أحصن نفسي؟ بكلمة لا إلان إلا الله لا إلان إلا الله لا إلان إلا الله تقولها سبحانك يا جليل عندك تحصين هذا علمياً اكتشفوا للا سعاد بأن في واحد المؤسسة علمية في ألمانيا مختصة في علم الطاقة والذرة فاكتشفت لك جديد الأورانيوم عنده واحد واحد تخصص دقيق شداً عنده علاقة بالطاقات المتطورة القوة بأن الإنسان عنده الطاقة وكل ما عندوش لإنسان لك يكون واحد بعض الناس عندهم طاقة نورانية هو غادي وتابعة طاقة نورانية في الممشى وكيم اللي هو غادي وتابعة غمامة إما رماضية أو سوداء ما معنى هذا؟ اللول عنده طاقة نورانية دي ممحمي يتسمى الحسن الحصين والتاني لا يذكر الله قد يكون متلبساً بالخطايا لا يتوضى لا يغتسل من الجنابة لا يفعل كده وكده فكتلقى الدنوب تتراكم كتصبح عنده واحد دائرة رمادية وربما قد تصبح سوداء لكن قلبه أسود أما الذي فيه دائرة نورانية يقول لك هو الإنسان كثير الدكر الذي يجلس الصالحين الذي قريب من الله حتى البيوت لقوا بعد البيوت من لك يقربوا لها بدك الجهاز كيلقوا البيت لرب وحتاقها نورانية ما لدك البيت يقرأ فيه القرآن وأهله من أهل الدين والإيمان وكين بيوت أخرى والعيد بالله كتقدرة بها وحد دائرة رمادية معنى أنك البيوت لا يذكر فيها اسم الله فيها كل شيء فيها الحديث عن السياسة وعن الفن وعن الرياضة وعن الموسيقى وعن الصهارات وعن تعويم الدرهم وعن كل شيء إلا ذكر الله أشك يوقع هنا يا البيت كيعود خالي من ذكر الله تسكنه الأرواح الخبيثة فالعلاج للسعاد هو أنك دائما غيرت شعري بأن كتشكت الحالة رددي بلسانك أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته قل يا بزفت مرات ثلاثة أو سبعة أو أكثر ودريا وقرري لا إله إلا الله هتلقي بأن هذه الحالة النفسية تبدأ تزول عنك وغتشعري بنشاط وغتشعري باستعداد وما اللي غتكتري إن شاء الله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي يكون هناك جلب الحظ السعيد تأخر الزواج تأخر الرزق تأخر السعد را كله عنده موانع وأسأل الله الواحد الأحد للسعاد أن يسعد قلبك اللهم يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا هذه أختنا سعاد تريد أن تقترب إليك بالصلاة والعبادة والطاعة ولكنها تشعر تشعر بصعوبة الحياة اللهم كلها ولي ونصير اللهم اربط على قلبها برباط الإيمان واليقين وحبب إليها الصلاة ويسر لها الأمور اللهم يا كريم افتح لها باب السعد وزق الزوج الطيب المبارك والرزق الوفير في القريب العاجل قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر